السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعاء 17 أيار مايو طبعا اليوم يعني رغم التوتر إلا أنه في فرج وفي مكاسب على أغلب الأبراج اليوم ولكن في أبراج رح تكسب أكثر خلينا نشوف بالتوقعات القمر اليوم موجود بالحمل وفي ساعات بعد الظهر تقريبا بدو ينتقل لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء والساعة أربعة وواحد وخمسين دقيقة من صباح اليوم الأربعة بدو ينتقل القمر ويصير في منزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر رح يظل لغاية ساعات الظهر تقريبا في برج الحمل معناته بنشعر بطاقة كبيرة للعمل من الآن لغاية ساعات الظهر منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن بسبب الزاوية المتشكلة مع المريخ فلسه من المحتمل لأنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يدخلنا بمشاكل ومتاعب ومشادات غير مرؤوبة فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر رغم أنه في خلو مسار ولكن جيدة لعمل فحص للعيون للرأس أو عملية بعض العلاجات اللي إلها علاقة بالأسنان وأيضا بتظل الأجواء جيدة لتعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا طبعا الزوايا البطيئة بالبداية أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية وهذه الزاوية زي ما حكينا هي ما بين المريخ وما بين نبتون وزاوية قوية جدا هذه تأثيراتها ذروتها كانت يوم 15-5 بصير عندنا التركيز عالي جدا لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكننا نحقق بعض الإنجازات العلمية أو العملية بتدفعنا للإثارة ولا برضو بتساعدنا للكفاح لأجل مثل عليا ومناسب للشعور بالإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا ذروتها يوم 21-5 الساعة وحدة و57 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وبيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا الوقت مناسب للعلاقات مع محيطنا وبتسمح لنا بحل مشاكل وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وطبعا هاي ذروتها حكينا أنه رح تكون يوم كانت يوم 13-5 طبعا هي مش ضايل لها كم يوم وبعدين بتبدأ بمراحل التراجع أو التناقص يعني هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بنستفيد من الرحل اللي بتوفر لها إن هاي الزاوية برضو جيدة للدعوات أو السفر أو التسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين الزحل وهاي طبعا ذروتها برضو مضت يوم 13-5 مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية بتضمن لك إخلاص محبوبك ممكن يتم من خلالها بعض المصالحات أو يعني التراجع عن بعض القرارات وخصوصا اللي سببت مشاكل عاطفية بالفترة الماضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي ذروتها يوم الغد الخميس طبعا رح يكون ذروتها ساعة 8.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب مثالية والهام والمواهب الفنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتخلينا نشعر بالطمأنين الداخلية وبرضو بتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي ذروتها يوم 22.05 الساعة 556 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية معينة والتأثير والقيادة يعني بتعطينا حيوية وحضور واضح أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي برضو راح تكون إلها زي ما حكينا يعني إلها ذروتين الذروة الثانية طبعا يوم 19.05 ساعة 36.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يكون تأثيرها إيجابي مش زي الزاوية الأولى ما استفدنا منها هاي الزاوية طبعا الآن تعطينا إيجابية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور هو مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة نتابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو إنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي رح تكون طبعا الذروة تاعتها يوم 21.05 الساعة 13.11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب عصبية وتسرع يعني تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام الساعد والقوانين أيضا برضو بتعرقل من نجاحنا ومبادرتنا وعلاقاتنا طبعا ما زالت الأجواء بتدل على مشاحنات وعنف وحرب وتهديدات وتخريب وفضائح جنسية وأمور من هذا القبيل وطبعا ذكرناها من يوم 11.05 فما في داعي نعيدها كمان مرة بس لمحنا لها المعلومات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية برضو بين الشمس وبين أورانوس وهاي قلنا انه ذروتها كانت يوم 9.05 وحكينا انه في ذروة هاي الزاوية بصير في عنا نوع من أنواع العناد الزيادة والاندفاع من حب الاستقلالية الشديدة والغرابة أيضا في تصرفاتنا ولكن الاستقلالية بتكون بشكل سلبي بتجعلنا نخطئ في أحكامنا برضو تعطينا نوع من أنواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا شيء ممكن يعرضنا لتواعكات صحية الها علاقة بأزمات الها علاقة بالقلب أو تشنجات وقلنا انه هاي الزاوية لما تتشكل غالبا بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبرضو إلها علاقة بالمناخ وإلها علاقة بأمور إلها علاقة بالطائرات والسك الحديد أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي ذروتها يوم 23.05 ساعة 5.12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بسبب هاي الزاوية بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وقلنا بما أنه المريخ والمشتري معناته هاي بتدفعنا للصرف وعدم التركيز أو الدخول بمشاريع فاشلة وأيضا إلها علاقة برضو بالوضع السياسي والاقتصادي بالعالم بشكل سلبي طبعا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي ذروتها يوم الغد يوم الخميس رح تكون ذروتها الساعة وحدة وتسعة دقائق فجرا بتوقيت جرينيج وطبعا هاي مستمرة الزاوية لغاية يوم 22.06 بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير أما بالنسبة لدوليا فقولنا أنه هاي برضو بتعمل أزمات وخسارات مالية كبيرة على مستوى بنوك ومؤسسات وأسهم ويعني انهيارات أو تلميء هيك بوادر لانهيار اقتصادي أو كساد اقتصادي أو ضغط اقتصادي وبرضو إلها علاقة بالتطرف والإرهاب والتفجيرات وبرضو الانقلابات وزعزعة استقرار بلد ما اغتيال شخصية هامة أو اغتيال رجال دين برضو بتدل على الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات أو زلازل أو حتى نشاط بعض البراكين أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل مع القمر فعنا زاوية من يوم أمس ذكرناها ولكن اليوم هي ذروتها زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين المريخ وعنا أنه هاي ذروتها الساعة 9 وتسعة دقائق من صباح اليوم الأربعاء ولكن تأثيراتها بدأت من مساء يوم الثلاثة وبتستمر لغاية مساء يوم الأربعاء يعني من موعد بث الحلقة ولغاية ساعات المساء المتأخرة من يوم الأربعاء هاي الزاوية متشكلة بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو عند أي مواجهة طبعا هاي الزاوية بتعزز المشاحنات ما بين الذكور وما بين النساء وفي خصومات أو في مشاكل أو في حدية بالطباع ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ ساعة 9 أو 9 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 27 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عاقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و 27 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش القمر خلاص بنتقل وباستقر في برج الثور عشان هيك من ساعة الظهر بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة 12 و 47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش تبدأ تأثيراتها من ساعات منتصف ليلة ثلاثة على الأربعة وبتستمر حتى صباح يوم الخميس بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعاً هاي الزاوية بما أنها زاوية قوية ما بين القمر وما بين المشتري فبتمنحنا العطف والمودة من حضب الشعبية برضو بتيسر بعض الأمور المادية وحتى الصحية وبصير فيه عندنا حضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية بتساعدنا في التعرف على أشخاص دون نفوذ تمنحنا تقدير رؤسانا وبتدل على نجاح بعض العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم والتفاؤل في الرأي العام للمجتمع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و59 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش طبعا برضو تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية منتصف الليل يعني طيلة اليوم تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتدل على استياء في الرأي العام من تدهور بعض الأوضاع اللي خصوصا أنه بلوتو يعني إشيء العلاقة بالتلوث أو بالعنف أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتوجات الغذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون الساعة 11 و 26 دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الأربعاء وبتستمر حتى ظهر يوم الخميس منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات عالية للأمور التجارية وبرضو بتعطينا ثقة بالنفس ومنلاقي نوع من أنواع السهولة في تعبيرنا أو تعبير عن وجهة نظرنا وإقناع الأطراف الأخرى منجد أنه من ساعات ما بعد الظهر بتبلش أو من ساعات العصر بصير في حركة أكثر على الطرقات ونشاط في المواصلات خصوصا الداخلية منها وبصير في نوع من أنواع التركيز من وسائل الإعلام على دور المجتمع ومواضيع الشباب التربية والتعليم هي اللي بتطقى على الساحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهذه ذروتها تقريبا قبل منتصف الليل بأربع دقائق يعني الساعة 11 و 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا تأثير هذه الزاوية برضو من ساعات العصر اللي هو عصر يوم الأربعاء وبتستمر حتى ظهر يوم الخميس نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بتدل على حسن أمزجة فئات الشعب المشتغلة بالقطاع الفلاحي والمناجم والمحاجر والشيوخ أيضا وزيادة في مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي والمنجمي واستقرار في أمور إلها علاقة بالبورصة والقيام بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا من لغاية ساعات الظهر عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم أما من ساعات ما بعد الظهر بصير عندنا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم يعني من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر اللي هي الانتقال ما زالت عمليات الجراحية اللي تتعلق بالفك أو الأسنان اللي بتطلب عملية جراحية لعلاجها ما مننصح فيها أي أمور إلها علاقة بالجراحة للوجه برضو لغاية ساعات ما بعد الظهر ما مننصح فيها ولكن من بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بصير الأجواء مناسبة لهاي الأمور وندخل بفترة إيجابية للأمور اللي إلها علاقة بالتجميل أما بالنسبة لما يتعلق بإزالة الشعر فطبعا إزالة الشعر ما فيه أي مشكلة بالليزر أو بغير الليزر ويصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي أي عملية لعلاج الشعر أو قص الشعر دائما يفضل إنها تكون في فترة بداية ولادة الهلال حتى اكتمال بدر يعني في المرحلة الأولى اللي هي أول نص الشهر العربي مش تاني نص الشهر العربي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون متواجد في برج الثاور خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 19.05 بيبدأ خلو المسار الساعة 55 دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة 46.47 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة وحدة وثمان دقائق صباحا بيصير عمره 27 يوم نسبة الإضاءة بتصير 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثاور حتى يوم 21.05 سعيد بنسبة 5% القمر في الحمل وبدأ ينتقل للثاور ورح يظل في برج الثاور لغاية يوم 19.05 سعيد اليوم بنسبة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 70% في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لـ 85% أما في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة لـ 100% عطارد في الثاور حتى يوم 11.06 سعيد العام بنسبة 35% في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لـ 60% الظهرة في السرطان حتى يوم 5.06 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 21.05 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4.09 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثاور حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11.06 منتحس بنسبة 30% حطيتوا لايك وديسلايك وكبستوا على الكبسات اللي تحت أيني بس حبيت أذكركوا يعني اللي بديوا يكبس يكبس بس تذكير وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعاً اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم وبتهتموا بمظهركم بتجروا بعض التغييرات على المظهر أو على اللباس أو على الهندام وهاي تعتبر مرحلة جيدة للانطلاق بمشروع جديد ولكن بعد دراسته بتتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي وبرضو اليوم أنتم مميزين جداً على حسب إيش بتشتغلوا يعني على حسب حق الإختصاصكم إيش هو طبعاً هذا الأمر لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بصير الجو بيحمل معاه فرصة لمكسب مالي بيكون هذا المكسب يعني بدخل نوع من أنواع المفاجآت أو التحسينات على مزينيتك تنشط بالاتصالات وزيارات بتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة وممكن التعالج مسائل إدارية وتمولية بتطلب منك توقيع ومتابعة لدى دوائر حكومية أو بنوك أو مؤسسات يعني إلها نوع من أنواع الاهتمام بهذا الأمر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني طبعاً لغاية ساعات الظهر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدكوا تضعوا سلة من الأولوية للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعكم وربما تلغى أهم مش إنه تتجنب واتخاذ أي قرار وتأكدوا من حجزكم لأنه ممكن تتفاجأوا بإلغاء أو بسوء تفاهم أما من ساعات الظهر فهونا تصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط لأن القمر يستقر عندكم بإمكانكم تبادر لخطوة جديدة الدعموا من مركزكم الاجتماعي يعني بتكوا تبلشوا فترة مميزة واستثنائية الجو ما زال بيقولك إنه حاول إنك ما تعصب ما تتوتر ما تنفعل أضبط أعصابك يعني من هذا القبيل بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ولكن طاقتكم بدأت تنزل لأنه في ساعات ظهر القمر بدون ينتقل لبيت متاعبكم منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسب سعيدة ولكن بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه من الآن ولغاية ساعات الظهر أهمش إنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لا تعاون الآخرين معاك وفي ساعات الظهر القمر خلص بنتقل وباستقر في بيت متاعبك فعشان هيك بتبلش فترة بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وحاول إنك تنجز ما بوسعك من عمل اللي بتقدر عليه من العمل الضرورية والمهمة وحاول قدر الإمكان ما تخلي أعمالك هاي تتراكم وحاول إنك ما تهمل صحتك وما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من ركود ومراوحة المكان فما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك وأفكارك مشوشة والظروف مخيبة للآمل بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاح على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء تهدؤوا من روعكم وما تنفعلوا وما تعصبوا وما تجازفوا الأجواء ما زالت سلبي ومشحونة بالمتاعب والتوتر وحاولوا أنك تعلجوا الأمور بهدوء لغاية ساعات الظهر إذا التزمت وضبطت عصابك معناته رح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما من ساعات الظهر فهنا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد وتعتبر فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والامتحانات والمقابلات كل هذا لغاية ساعات الظهر بتظل الأجواء جيدة مناسبة لكل هاي الأمور حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء أنكم تهملوا واجباتكم مهما كانت نضموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير وحاول أنك تتقدم بجراءة وثقة الأجواء جيدة ودعملة إلك ولكن أهم شيء في فترة خلو المسار انتبه أثناء قيادتك للسيارة وخصوصا على الشوارع المفتوحة أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا بصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن أنصير في نوع من أنواع القلق حول أحد أفراد العائلة بتواجهوا مسؤولية أو عبئ مهني أهم إش أنكم ما ترتبكوا في المواقف الحساسة الجو العام يعني بيبلش فيه نوع من أنواع الضغط ولكن رغم هيك فيه إنجاز لبعض الأعمال المهمة اللي ممكن تكون لصالحك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض من الآن ما لغاية ساعات الظهر بإمكانكم تبادروا لتصحيح أخطاتكم أو ترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة لطاقة أو لحركة أو لنشاط وأعصاب متينة وابعدوا عن الوسواس والقلق وما تتركوا ذيول المتاعب إنها تسيطر عليكم من ساعات الظهر وأنا القمر رح ينتقل للبيت التاسع لإلكم فبتنجحوا بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وممكن يجيكم خبر من خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر بداية فترة إيجابية بيسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاكم وفيها برضو لبعض الأشخاص سفر محتمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وبرضو بتظل الجو مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أن الفترة هاي ما بجوز إثارة المتاعب تجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاضروا من الحوادث لأنه شوي الجو مشحون لغاية ساعات الظهر وفي خلوم مسار والمريخ والزوايا فمش لمصلحتكم طاقتك ضعيفة وفي نفس اللحظة أنت شوي هيك متوتر فضبط الأعصاب لغاية ساعات ما بعد الظهر بيكون أفضل لأنه رح تتغير الأوضاع لصالحك تمنحك فرصة لا تحسين بعض الأمور وبرضو لما كاسب مالية إلها صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنك ترتبوا الأمور المالية بشكل جيد وأيضا في حدث إلو علاقة بالبيت أو بالعائلة بظهر على الساحة وحاول أنك تتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن في مراحل المقابلة بالنسبة لإلكم إنجزوا ما تراكم لديكم من عمل من الآن ولغاية ساعات الظهر ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن خلال طول اليوم إنك تبكروا لعملكم والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات يبتكثر نشاطاتك وربما تشعر ببعض التوعق الصحي أو ضعف الطاقة ليش؟ لأن القمر بالمقابل يعني بعطيك إيجابيات على مستوى العمل ولكن الآن بلش الطاقتك تنزل من ساعات الظهر وما بعد يعني بصير الجو مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن آه بتكوا تحاذروا الإنفعالات وبيصعب التفاهم معكم وممكن تقعوا في ورطة أنتوا بيغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارية فبدك تكون صبور ما تتذمر لأن هالفترة هاي خالية من الحظ يعني بدك تحاول تصبر قدر الإمكان لغاية مساء يوم الجمعة لحد يثما القمر يتحرك من مقابلك لا تبلش الأمور يعني تأخذ اتجاه لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا الظروف جيدة في نوع من أنواع الترفيه أو تغيير الجو النفسية أحسن في نشاط في حيوية بتميل للتجميل للتغيير له للترفيه لممارسة هواية يعني التقرب من الأحبة الاتصالات والحوارات الحضوض بتدعمك شوي طبعا هذا الأمر رح يظل لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا القمر رح ينتقل للبيت السادس حاولوا أنك تنظموا جدول قذاكم تأخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية يعني بدك تركز على الأمور المهمة جدا اعتمد على جهودك وعلى طاقتك عشان تحصد نجاح وأرباح وأهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وتعتبر فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الأفكار اللي بتجيك وممكن شوي تزعجك في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة من الآن ولغاية ساعات الظهر ولكن ممكن يكون في بعض التوتر بسبب حدث طارق أو إشي عائلي بظهر على الساحة أما من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمعن بالكم نسبيا وبتجدوا حليفة بيدعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا كرروا المحاولات ممكن ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو تميلوا لأمور العلاقة بالسفر والمشاركة في الرحلات الأجواء رومانسية وناجحة رغم أنه فيه يعني عند القليل من برج الجدي بعض القلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم مش أنه ما تبقوا وحدين بل ابحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط تمتلكوا سرعة خاطر ومهارة ملموسة الأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعات الظهر معني بإمكانكوا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم قدرتكم على الإقناع والحوار والنقاش ممتاز أما من ساعات ما بعد الظهر هنا التركيز بصير على البيت فبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش أنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج وإسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيتوا وقدموا المساعدة للي بيحتاجها من المقربين وأفراد العائلة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية بعضكم ممكن يسمع خبر سهر أو يلعب قريب إلو دور هام في حياته بتهتموا بقضية بتتعلق بشراكة أو عمل وممكن يتعلجوا الأمور ولكن بتكونوا تعلجوها بدقة أو بشكل دقيق وفي بعضكم رح يهتم بالأولويات المالية ورح يجد حلول أو تسويات لإلها أما من ساعات ما بعد الظهر فهو أنا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبصير اليوم هذا مناسب للخروج بنزهة أو تغيير جو أو التعامل مع إخوي مع جيران حاول تستغل الفترة هاي بشكل قوي لأنها رح تعودك عن كثير من الفترات السابقة وتضبط أعصابك عشان ما تسبب النفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم حاول أنك تتفاهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة إذا ما كانت إش ماشي معك المرة هاي إن شاء الله بتمشي معك وانتبهوا أثناء حركتكم وقيادتكم للسيارات كبستوا على الكبسات اللي تحت لايك وديسلايك والكومنت والمسبة والشير والمير والفير والهدولة الأشياء اللي تحت كبسوا كبسوا بس في كبستين بالله هاي تاعت الانتساب وتاعت التشكرات تكبسوش عليهم بديش اشي بس كبسولي على الشغلات الثانية يعني وانتو الكبسات الثانية مش مكبسين عليها بتكون تكبسوا على هذولات لا بمزح بمزح أيوة هسا بطلع واحد أيوة أنت بتحكي هيك عشان أن آه أنت شكراً ولا مش عارف إيش وانت حافظ الدرس خلاص هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء